السلام عليكم يا شباب اه شونكم وشين اخباركم شو الله لكم بخير فيدي اليوم هو كيف انك تسوي درافاي بلعبة البوبجي ستيم اه بوبجي موبايل ما تصير بوبجي موبايل مش موجودة هالميزة بصراحة لكن الموجودة بالبوبجي ستيم وكانت موجودة بالبوبجي لاد فهذا هو الفيديا اللي راحنا تكلم عنه اليوم اه كيف انك سوي درافاي مثل ما كم شايفين بالصورة انت عابد سوق وبدأك تغير على المقعد الجنب السايق او المقعد الخلفي عشان تضرب نفس الوقت وبنفس الوقت تخلي السيارة تمشي وتضل يعني ماشي بدون ما توقف فجأة وقت تغير مقعدك فمثل ما كم شايفين هاي الصورة هذا السايق الواحد وفورا نغير مكان وصيره تضرب على الوراء مثل الحالة هاي فهالشي بدك اه تطبقه بعد ما تغير بعض الادادات باللعبة وما بعرف انه يا شباب ما بعرف ازا في اكتر من طريقة لهالدرايف لحتة تسوي درايف باي بس انا راح اشرح الطريقة اللي انا نفسي استخدمها ولا تنسوا تتابعوني على التويتش راح تلقوا رابط بالوصف للبوثل مباشرة بوبجي ستيم وازا ما بتعرف تسوي حساب التويتش او ما بتعرف شنو معناه التويتش اكتب لي بتعليق عشان انزل عنه فيديو اللي ازا شفت يعني عدد الاشخاص ما بيعرفو شوي يعني كبير فعشان انتسوي درايف باي بدك تروع العدادات يعني اول شي بك تطبق العدادات عشان يمشي معاك الحال عشان مو والله وقت لتبدل المقعد فورا توقف السيارة خالص معاك وانك ميت تروع على الكاي بيندينجز بتاع اللوحة اللوحة المفاتيح الشغلات بالبو بجي ستيم في اشخاص ما بيعرفو الكام شغلاء انه بعض الكبسات فيك تستخدمها لشغلتين بنفس الوقت مثلا كبسة الاي او الكيو هي عشان تسوي بيك يمين ويسار بس برضو تقدر تستخدمها عشان الدرايف باي فما رح تأثر اشي ولا اشي خالص على الاداء ولا على البيك ولا على اشي لانك بس سيارة فالشغلات اللي لازم تغيرها هو الشغلات اللي لازم تغيرها بالعدادات انك تروع على بتاع السيارة بتاع السيارة خلنا نشوف السيارة السيارة مقاعد السيارة متل ما اكم شافين هون اولا يا شباب انا ازا انا مسوي هيك الاعدادات عندي لانه بصراحة شايفة اسهل اشي تعطيني يعني يعني بكل سهولة اني اغير بين المقاعد انا مخلي كبسة اه الشفت والدبليو واختلا انا اكون موجود بالسيارة الشفت والدبليو اضغط بالاول الشفت وبعد وبعدين وراها بشكل المباشر الدبليو فاقدر اخد اه مقعد السائق انا اصير السائق واذا بدي اه 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 اغير للمقعد التاني فلازم الغط ال اي ومتل ما اغطت لكم هالشي ابدا ما ما راح يأثر على البيك ولا ما هو بعرف ايش ما راح يغير لك بالعدادات لانك انت وقتل بالسيارة فراح الكبسة دول راح اه اتطبق اعدادات تختلف عن البيك ولا الدبليو والرقل للامام فالبالسيارة يعني موقع وبرا السيارة موقع تاني فهذا الشغل الحلو انك تقدر تستخدم بعض العدادات لشغلتين والمقعد التالت انا احطه لكيو انتم اكم شايفين المقعد الرابع انا مش مخصص لاشي اه كنترول فور لانه غالبا ما يلزمك اه انا بس عشان المقعد الجنب السائق الاي ومقعد الخلف السائق بالضبط لكيو او تقدر تستخدم الكيو عشان المقعد الرابع لانه غالبا وقت الواحد يطلع معك بالسيارة شخص او والتاني فغالبا اه غالبا رح ياخد المقعد الجنبك والشخص التاني رح رح ياخد المقعد الوراك فانت ممكن تخصص تخصص الكيو عشان المقعد الرابع وانا اشوفه والله افضل اشي عشان اه وقت لك تبدل تبدل على الرابع لانه اكيد رح يكون حدا وراك او جنبك المهم هدا اول الشغلات التاني الشغلات لازم تغيرها هي كبستة اي وهي بتاع اه اطفاء السيارة طبعا اطفاء السيارة غالبا بتكون اه كبستة الزيت بس انا مخصصها كبستة تاني بالماوس موجودة عندي متل ما اكم شايفين اه بالسيارة رو على فيكل كبا اكم شايفين هاي هي ولقيتها هاي الكبستة شباب الكبستة اللي اللي عجنب اه الكبستة الخلفية على الماوس اللي عجنب ليش انا مخليلي هاي لانه بصراحة زي بدي اضغط اه 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 الكيو وارجع اضغط كبستة زيد يعني عشان الاطفاء اطفي السيارة عشان ما يعني بنفس الوقت وقت الابدل واطفي السيارة عشان ما توقف فهالشي شوي يعني فيه لبكة فانا مخليها الكبستة الخلفية بتاع الماوس الجانبية طبعا هذول الاعدادات لازم اه 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 تقل ان اغنيتشن لازم تخليها كبستة او انت كبستة حاببها غير الكبستة الجانبية بتاع الماوس فتفمن متل ما اقول لكم يا شباب بعد ما تسويها الاعدادات اه اه تجربها بنفسك بدأ شوي ممارسي شون تستخدمهم باللحظة بدك تغير فيها مقعدك مثلا الجنب السائق او خلف او خلف السائق بدك تكبس بالاول كبستة المقعد البدك اياه مثلا خلونا نقول كبستة الاي جنب السائق مباشرة بشكل فوري تكبس الكبستة بتاع اطفاء السيارة هي الكبستة الجانبية بتاع الماوس اللي انت غيرتها اللي خصصة لها الشيهات فورا ورا بعض اي وكبسة الجانبية فاللحظة انت هيك بيكون غيرت المقعد وخليت السيارة تمشي بنفس الوقت تضل كارجي وطافية بنفس الوقت حتى صوت مالها وكمان بنفس الوقت تقدر تضرب على الشخص وانت هيك بيكون سويت بشكل ممتاز بدون اي مشاكل بس متل ما قلت لكم بدأ ممارسي والمرة الاخيرة خلينا نعيد مع بعض الاشياء اللي ذكرناها اول اشي لازم تخصصوا انك بتاع مقاعد السيارة shift w للسائق كبستة الاي جنب السائق كبستة الكيو خلف السائق بالضبط والمقعد الرابع هذا اللي صير خلف المقعد اللي جنب السائق فخصصت لك كبستة زي عندك مجال هذا اول اشي تاني اشي لازم تخلي بتاع السيارة اطفاء السيارة جدا مهم حتى حتى ازا ما كنت بدك تسوي جدا مهم ازا وقت انت باشش على مثلا بيت او اشي انك تطفل السيارة قبل بمسافة هالشي رح يخفي صوتها هالشي رح يخليها اه اتضل ماشي بدون ما تطفى بدون ما توقف فهاي الشرع برضو استخدمها اه راح تفيدة جدا تحت البوس سائرة كما كم شايفين انا مخليها الكبسة الخلفية الجانبية بتاع الماوس هيك بيكون تهينا يا شباب لا تنسى اه لا تنسى من لايك اه لا تواخدوني يعني بدي اجربة بس بدي ادخل عشان اجربة وفيديوهات حاليا اني عشان اجربة ما عندي فهذا كان كل شي شباب لا تنسى من كبست اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واشوفكم في فيديو الجاية السلام عليكم